تمنا جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكر السلع الاستراتيجية والحيوية وحاجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين حملة مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكر السلع الاستراتيجية والحيوية وحك بها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضر بصحة وسلامة المواطنين بنتأكد أن المكان أو صاحب المنشأة بيصدر فطورة ضريبية معتمدة تتضمن أول حاجة سعر المقترح للمستهلك وسعر المصنع في الأساس فبالتالي كده بنعرف السلع دي هتتوصل للمستهلك بأدئة الحملة المفاجئة استهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية وأصفرت الحملة عن تحرير واحد واربعين محضر وضبط ما يقرب من ستة وعشرين طن مواد غذائية عبارة عن عشر أطنان من الدقيق وطنين من الفول وتمانية أطنان من المكارونة وخمسة أطنان من الأرز وطن واحد من السلع الغذائية المتنوعة بالنسبة للشق الثاني وهو توفر السلع بنخش المخازن والمستودعات الخاصة بالمواد الغذائية بنضور ونسأل على الفواتير مصدر البضاعة دي لأن لو ما لديه فواتير قد تكون مجهولة المصدر أو اقتصاد موازي نقول عليه برسلم أو قد تكون السلع دي ضارة بصحة الإنسان ليه أكثر من الشقيان فنسأل على الفواتير بتاعتها نبص على البيانات المدونة على المنتج نفسه نشوف البيانات كاملة أو مش كاملة لأن بعض البيانات إخفأها أو عدم تدوينها قد يكون سلوك خادع ومضالل المستهلك وعليه بنخذ الإجراء القانون قام أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التي تم رصدها وتنوعد بين حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول عدم موجود ترخيص، سلع مجهولة المصدر، سلع منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار تأتي هذه الحملات بتوجيه من الحكومة للضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة